رسالة من حي رسالة نسينا شبكات الصرف الصحي والإكساء وانعدمت الخدمات البلدية وشح الماء وانقطعت الكهرباء مع كل ساعة تمضي تسجل حالات إصابة بأمراض وبائية وتنفسية هنا وذلك نتيجة تراكم النفايات وحرقها بطريقة بدائية فلا وصول لخدمات البلدية على الرغم من المناشدات المتكررة من قبل الأهالي بتحسين واقعهم الخدمي أول شيء القاعية ما كتب ليط أضافة إلى العمل مالتهم هذه النساء يجبون الحاويات يحطون حاويات مننا تنشال مننا ثاني يوم تلقى الأنقاذ والأوساق من ما تفضلون قدامكم بالقاع يجي في 15 يوم يجي شفل يشيلها أضافة إلى يجون يحرقون يحرقون وهذا الحرق يعني قاعد يصدر ريحة يعني هي أمراض أول شيء ثانيش احنا دي بس خدمات حي الرسالة ليست منطقة نائية تقع في أطراف كربلاء بل في مركز المحافظة فهو حي شبه مهجور تتراكم النفايات في أزقته والتي لم يجد هؤلاء الأطفال بديلا عن اللعب بين أكوامها أستاذ غير يجون يسوون تبليط يسوون الشوارع يعني بالشيطة هاي الجهال شلون تعبر للمدرسة زين هي على مناطق ومناطق شلون بالله المجارة هنا طائفة هاي الزبالة ما حد يشيلها تبليط ما عدنا خدمات ماكو هنا رأي ماكو زين هاي أربع شيء ساعة المجارة طافية المجارة طافية خلف معاناة كبيرة لسكان هذا الحي الذي لا يختلف في واقعه عن بقية أحياء كربلا حيث لا يرى سكانه شيئا من خدمات البلدية الأساسية ولا يرون وجوه المسؤولين الحكوميين إلا قبيل الانتخابات علي خالد واني نيوز كربلا كربلا